دكتور دخل القاعة فرأى الطالبات غير محجبات ما عاد طالبة واحدة فقال لها أنت لست واثقة من نفسك فقالت بل أنا الوحيدة التي اعتبرتك رجلا قال وزير بريطانيا السمين تشيرسل بيرناد شرنحيف من يرى كياشو يظن بأن بريطانيا في أزمة غداء فقال ومن يراك يعرف سبب الأزمة ذات مرة دخل أستاذ في إحدى الجامعات إلى القاعة الخطأ فقال له الطلاب يا دكتور محضرتك في القاعة الثانية فرد عليهم آسف واستشهد بقولي تعالى من صورة البقرة إن البقرة تشابه علينا فقام أحد الطلاب وقال ردا عليه أيضا من القرآن الكريم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وفي ذات يوم التقى الجاحض بإمرأة قبيحة في إحدى حوانيت بغداد فقال لها وإذا الوحوش حشارت فنظرت إليه المرأة وقالت وضرب لنا مثلا ونثي خلقه ويقال أن أعرابيا أكل عند أمير وكان شرها جدا فقال الأمير له ما لك تأكل الخروف وكأن أمه نطحتك فرد عليه الأعرابي وما لك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك ويروى أن رجلا قال لمرأته ما خلق الله أحب لي منك فأجابته ولا أبغض إلي منك فقال لها الحمد لله الذي آتاني ما أحب وابتلاك بما تكرهين اعترض أحد المغرورين الكاتب الشهير بيرناد شو وقال له أنا أفضل منك فإنك تكتب بحثا عن المال وأنا أكتب بحثا عن الشرف فقال له بيرناد شو صدقت كل منا يبحث عن ما ينقصه ويروى أن رجلا مسنا قد أحنى ظهره الزمن كان يسير في الطريق فقال له شاب بسخرية بكم القوس يا عم فأجابه العجوز إن أطال الله عمرك سيأتيك بلا ثمن روي في كتب الحكماء أن عجوزا دخلت إلى الملك تشكو إليه بعض جنوده الذين قاموا بسرقة ماشيتها وهي نائمة فقال لها الملك كان عليك أن تسهري لحراسة المواشي ولا تنامي فقالت له ضرنتك ساهر على راحتنا فنمت مطمئنة البال وفي إحدى مناظرات الشيخ الجليل أحمد ديدات رحمه الله سأله أحد الملحدين فقال كيف سيكون شعورك بعد الموت إذ اكتشفت أن الآخر كذبة فقال له الشيخ لن يكون أسوأ من شعورك عندما تكتشف أنها حقيقة كان إنشتاين لا يستغني أبدا عن نظاراته وذهب ذات مرة إلى أحد المطاعم واكتشف هناك أن نظارته ليست معه فلما أتاه النادل بقائمة الطعام ليقرأها ويختار منها ما يريد طلب منه إنشتاين أن يقرأها له فاعتذر النادل قائلا إنني آسف يا سيدي فأنا أمي وجاهل مثلك قيل أن الممثلة الأمريكية مارلين مورو قالت لإنشتاين ما رأيك بأن نعقد صفقة صفقة زواج أن أجمل أمرأ بالعالم وأنت أدكى رجل بالعالم فننجب طفلا فائق الذكاء والجمال فقال إنشتاين فهل تعتقدين هذه الصفقة ناجحة؟ قالت نعم فقال فكيف إذا أنجبنا طفلا؟ يشبه قباحة وجهي وغباء عقلك سئل أضيسون أن فشله ألف مرة في اختراع المصباح فقال أنا لم أفشل ألف مرة بل اكتشفت ألف طريقة لا تؤدي إلى اختراع المصباح قال أحد السفاهاء فقال لو كنتي الزوجتي فلن أتردد لحظة واحدة في شربها شكراً ل Jingle شكراً لهم شكراً للمشاو purp earliest شكراً لهم ش съراق زاية